لو انت بتفكر تشتري جهاز جديد في حدود الميتين دولار اكيد وقات في حيرة انهل احسن الريدمي نوت ويلف ولا الريلمي تن ففي فيديو النهاردة هنعمل مراجعة تفصيلية للجهازين دول ونعرف كل جهاز بيتفوق عن التاني في ايه ومن خلالها تقدر تحدد بقى وتحدد القرار بتاعك تشتري انهل واحد فيهم ويلا بينا نبدأ المقارنة ما بين الجهازين واولا مع تصميم الشاشة بالنسبة للريلمي تن خمات الجهاز بتكون كلها من البلاستيك لكن بيكون بلاستيك لامع يوحيلك ان هو ازاز لكن من عيوبه انه بيبصم بسهولة في الشيء الكويس جدا ان الجهاز هنا بيجي مع كرتونة فيها كل حاجة وهتلاقي الجراب بيكون شفاف تقدر تركبه على الجهاز بحيس يحل معاك مشكلة التبسيم دي وبرضه بيبقى موجود كل المجتملات يعني هتلاقي راس الشاحن وكبل الشحن وكمان هتلاقي دبوس الشريحة يعني يا دوبك هتشتري الجهاز وبس تركب له سكرينة ازاز وانت كده ميت فل وعشرة ومش هتدفع اي فلوس زيادة لاجراب الجهاز ولا اي حاجة بالنسبة لوزن الجهاز فبيكون 178 جرام وكمان تقدر تركب في الجهاز شريحتين من نوع 4G وكمان تقدر تركب زاكرة خارجية بالنسبة بقى لجهاز الريدمي نوت 12 فبيكون معانا برضو بخمات بلاستيك لكن البلاستيك هنا بيكون مط فيه ميل للمط شوية وحيكون صعب في التبسيم باكس الرلمي وزن الجهاز بيكون 183.5 جرام والمميز هنا في الجهاز انه بيكون مقاوم للماء وغبار بشهادة IP53 فبالتالي كده شاومي تتفوق على الريلمي في النوتة دي بالنسبة بقى للشرايح فتقدر تركب شريحتين من نوع 4G وكمان برضو تقدر تركب زاكرة خارجية وبردو هنا الجهاز بيجي مع كل المجتملات يعني برضو هتلاقي جراب وهتلاقي برضو كبل الشاحن ورس الشاحن ودبوس الشريحة كل حاجة مع الجهاز برضو زي الريلمي موجودة برضو هنا بالنسبة لنوتة التصميم والشاشة كده كده جهازين بيكونوا بخمات من البلاستيك واوزان متقربة من بعض لكن طبعا شاومي بتتفوق ان هي بتكون مقاومة للماء وغبار فانا هتوجه لشاومي الريدمي نوت 12 عن الريلمي 10 لكن طبعا موضوع التصميم ده بيكون ازواء يعني كل واحد بيبقى ليه زوقه وده شيء مهم جدا لازم اذكره بعد كده بقى ندخل على مقارنة الشاشات بالنسبة للريلمي 10 فبيكون معانا هنا شاشة بحجم 6.4 انش من نوع سوبر اموليد بتردد شاشة 90 هرتز مع كسافة بيكسلات 411 بيكسل لكل انش ودقة الشاشة بتكون فول اتش دي بلاس مع سطوع بيوصل لغاية الالف ناتس والشاشة بتكون محمية بجريلا جلاس 5 وفي الجهة التانية مع الشاومي ريدمي نوت 12 بيكون معانا هنا شاشة بحجم 6.67 انش من نوع اموليد بتردد شاشة 120 هرتز بكسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل انش بدقة شاشة فول اتش دي بلاس مع سطوع بيوصل لغاية الالف وامتين ناتس والشاشة بتكون محمية بجريلا جلاس 3 من ناحية شاشات الاجهزة فالصراحة بتكون ممتازين جدا يعني انت لو اخترت الشاشة دي او دي الاتنين كويسين لكن طبعا لو هتختار احسن شاشة هتكون هي اللي موجودة في الريلمي 10 بالنسبة بها لنقطة الاداء الريلمي 10 هنا بيكون معانا بمعالج الهيليو جي 99 بتكنولوجية 6 نانوميتر بالاضافة لمعالج رسومي مالي جي 57 MC2 ومع نظام اندرويد 12 واجهة ريلمي UI 3.0 وفي الجهة الاخرى بيكون معانا الريدمي نوت 12 بيكون معانا معالج الاسناب دراجون 685 بتكنولوجية 6 نانوم بالاضافة لمعالج رسومي ادرينو 610 مع اندرويد 13 بالاضافة لوجهة الـ MIUI 14 بالنسبة للاداء في الجهازين فالجهازين بيقدموا اداء ممتاز جدا في التصفح اليومي لكن بالنسبة للالعاب في الهيليو جي 99 بيتفوق على الاسناب دراجون لان هنا الهيليو جي بيقدم لك تجربة كويسة جدا في الالعاب المتوسطة والتقيلة بعكس الاسناب دراجون اللي بيقدم اداء ممتاز في الالعاب المتوسطة لكن التقيلة بيشغلها لكن بفريمات اقل فبالتالي لو انت بتبص الالعاب في المرتبة الاولى فتوجه للريلمي 10 ده غير كده طبعا عارفين اديه وجهات اوبو والريلمي بتكون خفيفة جدا بعكس وجهات شاومي هي قط حسنت عن زمان بس برضو مزالت تقيلة الى حد ما بسبب حركات والفيتشارز الكتيرة اللي موجودة فيها بالنسبة بقى لمساحات التخزين والرام بالنسبة للريلمي 10 فبيكون معانا مساحة الـ 64 والـ 128 والـ 256 بيكونوا من نوع UFS 2.2 بالاضافة للرام 4 او 6 او 8 جيجا بايت وفي الجهة الاخرى مع الريدمي نوت 12 بيكون معانا مساحة 64 و 128 بيكونوا برضو من نفس النوع UFS 2.2 ومع رام 4 او 6 او 8 جيجا بايت وطبعا كلا الجهازين تقدر تركيب فيهم زاكرة خارجية بعد كده بقى ندخل على مقارنة الكاميرات اولا مع الريلمي 10 بيكون معانا كاميرا رئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وكاميرا تانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وبتكون للعزل وبيقدر يصور فيديوهات لحد 1080 بـ 30 فريم والكاميرا السيلفي بتكون 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5 وبتصور فيديوهات لحد 1080 بـ 30 فريم كاميرات الجهاز في العموم تعتبر كويسة جدا لكن من ابرز العيوب ان مفيش هنا ولا كاميرا زاوية واسعة ولا حتى كاميرا المايكرو الكاميرا الوحيدة التانية بتكون علشان العزل بس مش اكتر في الجهة التانية بقى مع الشاومي ريدمي نوت 12 بيكون معانا 3 كاميرات الاولى 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والتانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وبتكون التصوير الواسع والتالتة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وبتكون المايكرو وبيصور فيديوهات لحد 1080 بـ 30 فريم والكاميرا السيلفي بتكون 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5 وبتصور فيديوهات لحد 1080 بـ 30 فريم من ابرز عيوب الشاومي ان الكاميرا السيلفي مش قوية قوي قد الرلمي ولكن من المميزات عندك هنا كاميرا للتصوير الواسع وكمان المايكرو فده تبر شيء ممتاز جدا فعلشان نحسن نقطة الكاميرات الجهازين فيهم مميزات وفيهم عيوب يعني مثلا عندك رلمي كاميراته السيلفي ممتازة جدا وبرضو خلفية لكن يفتقل للكاميرات التريند حاليا زي الزاوية الواسعة والتصوير القريب واللي هم موجودين في شاومي اللي بيقدموا اداء كويس جدا في الكاميرات الخلفية لكن السيلفي مش احسن حاجة فالصراحة عن نفسي شايف الجهازين ممتازين كل واحد بيتفوق في حتته فانت بقى تختار ايه اكتر حاجة انت بتستخدمها في الجهاز مثلا الكاميرات السيلفي عن الكاميرات الخلفية الكاميرات الخلفية عن الكاميرات السيلفي شوف انت ايه اكتر وضعيات تصوير بتحب تتصور بيها وبالتالي تبدأ تقرر تجيب انهم وبعد كده نتوجه للصوتيات كل الجهازين للأسف بيجوا مع سماعة مونو مش استيريو لكن من المميز هنا ان كل الموبايلين برضو بيجوا مع فتحة التلاتة ونص ميلي لتركيب سماعات خارجية لكن الرلمي بيتفوق لان السماعات الخارجية بيبقى فيها تكنولوجيا عن اللي موجودة في الريدمي بمعنى ان هي هتقدم لك تجربة احسن شوية وانت بتسمع عن طريق السماعات الخارجية بالنسبة لمستشارات فكل الجهازين بيجوا مع جميع المستشارات زي التقارب والتصارع والجيروسكوب وهكذا والشاومي ريدمي نوتويلف بيتفوق في نقطة انه بيكون في مستشعر اللي بيخلي الموبايل زي الرموت وتقدر تتحكم بالاجهزة الالكترونية اللي حواليك وكل الجهازين بيكونوا داعمين لمايك لعزل الضوضاء بالاضافة ان الجهازين بيدعموا مدخل اليو اس بي تايب سي 2.0 وبيدعموا كمان ال او تي جي بالاضافة لل ان اف سي لكن هنا عندنا الرلم بيتفوق انه بيدعم بلوتوث 5.3 بعكس الريدمي اللي بيدعم بلوتوث 5.0 بعد كده بقى نتوجه للبطاريات كل الجهازين بيجوا مع بطاريات بقدرة 5000 ميلي امبير بالاضافة لشحن سريع 33 واط بعد كده بقى نوصل لنقطة السعر ودي اللي هصدمكم بيها اولا كلا الجهازين مينفعش نعمل عليهم مقارنة قوي عشان اوضح لكم الموضوع بشكل ابسط عندك مثلا الرلمي 10 سعره بيكون في حدود ال 240 دولار بعكس الشاومي ريدمي نوت ويلف اللي بيكون سعره في حدود ال 180-190 دولار يعني اللي انا عايز اوضحه ان كلا الجهازين بيكونوا افضل اختيار في فئتهم السعرية فبالتالي هتجيب الجهاز ده هتجيب الجهاز ده الموضوع مقتصر عليك انت وعلى قدرتك الشرائية وفي نفس الوقت كلا الجهازين هيقدموا لك تجربة ممتازة جدا وبكده نكون عملنا مراجعة شاملة وكاملة لكلا الجهازين اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو كنت محتار تختار انهم من الجهازين دول فياريت اكون افدتك ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات وكمان ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناة عشان يوصل لكم جديد الفيديوهات التقنية